مساء الخير وأهلاً بيكم في حلقة جديدة من الحكاية مش لايت أنا النهاردة حخلف وعدي مع حضراتكم في مجموعة الحلقات اللي بنقدمها إنها لايت حلقة النهاردة مش لايت يعني من الأول كده علشان أي حد متوقع إنها تبقى خفيفة لطيفة زريفة لا هي دي لا فيها لطافة ولا زرافة هي فيها أرقام ولغة الأرقام غالباً ما بتكونش دمها خفيفة أوي ولا تكون مسلية ولكن مفيدة ومهمة احنا شفنا دلوقتي إنه بقى فيه كلام رسمي عن الترشيد وحضراتكم فاكرين بقى إنه شهور نتحدث عن الترشيد وإن الناس ترشد الآن نتحدث عن ترشيد الحكومة رئيس الوزراء حضراتكم عرفته طبعاً إنه قرر يدفل نور إنه نقلل الأضواء في الشوارع في التكيف في المولات يعني فيه إجراءات ترشيدية لعل ده يخلي الناس تبتدي تاخد بالا كويس أوي إن الموضوع ليس فقط تضخم يعني ليس فقط إنه احنا بروح السوبر ماركت لأ فيه موضوع أكبر من كده بكتير ليه علاقة بالدولة ولايه علاقة باقتصاد الدولة طيب هو السؤال المهم وده اللي عملناه في سلسلة حلقات ماذا نفعل كأفراد ماذا ستفعل الدولة الدولة طيب فيه سؤال بسيط لو حضراتكم عرفتوا إجابتوا النهاردة حبقى عملت إنجاز كبير السؤال ده إيه؟ إحنا علينا كام ونقدر ندفع كام وإزاي؟ ما هي دي كل الموضوع على فكرة؟ في السنة يعني من دلوقتي إحنا مثلا في أواخر شهر أغسطس أو في روض شهر أغسطس من هنا لأغسطس القادم وهو طبعا زي ما حالكم شايفين لا الحرب بتخلص ولا حتخلص فمن هنا لهذا العام انت عليك قد إيه؟ على فكرة هذا ليس سؤالا مصريا فقط هو سؤالا عالميا التزاماتك قد إيه؟ بيجي لك قد إيه؟ هتعمل إيه؟ فحضراتكم بتهيتوا تشوفوا دلوقتي الترشيد ونرجو إنه هذا الأمر يعني ينتقل أيضا إلى المواطنين بقدر الإمكان